وتعليقا أيضا على المجزر التي ارتكبتها آلة الإبادة الصهيونية أصدر المكتب السياسي في حركة أمل بيانا قال فيه بالدليل القاطع يقدم الكيان الصهيوني ويقدم نفسه وبكل مستوياته السياسية والعسكرية كمجرمي حرب بكل ما للكلمة من معنى وأضاف إنما حصل مساء أمس من استهداف للآمنين والنازحين والمرضى في المستشفى الميداني في قطاع غزة والذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن خمسمائة شهيد هو جريمة إبادة مكتملة الأركان وغير مسبوقة في تاريخ البشرية وهي رسالة ممهورة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى لكل العالم من أجل النهود من كبوته والتحرك الفوري لوقف الحرب حرب الإبادة الممنهجة التي ينفذها المحتل الإسرائيلي مع صدق الإصرار والترصد ضد الشعب الفلسطيني